استمراراً لجهود التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي لقيامه بالإتجار بالماس والأحجار الكريمة المهربة كما نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتقليد العملات الوطنية والأجنبية في إطار تصدي الأجهزة الأمنية لجرائم التهرب الجمرقي تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة والإسكندرية لقيام عناصره بالإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية غير المسدد عنها الضرائب والرسوم فضلاً عن بيعها بالنقل الأجنبي بالمخالفة للقانون وبحوزاتهم تم ضبط أكثر من 597 قرات من فصوص المهس و23 قطعة ألماس وقرابة 3 كيلو جرامات مجغولات ذهبية وأحجار كريمة وقدرت القيمة السوقية للمضبطات بأكثر من 23 مليون جنيه بينما قدرت الرسوم الجمرقية للمضبطات ب46 مليون وخمسمائة ألف جنيه واستمراراً للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية استهدفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسق مع قطاع الأمن الوطني ومدرية أمن الجيزة عنصراً إجرامياً بمقر إقامته والذي يتخذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية بخاصة الدولار الأمريكي بكافة فئاتها كما يقوم بالنصب والاحتيال والاستلاء على أموال المواطنين راغب شراء الدولار الأمريكي خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق إهامهم امتلاكه ملايين الدولارات ورغبته في بيعها لهم بسعر أقل بكثير من السعر الرسمي ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه وبحوزة أربعة ملايين دولار أمريكي مزورة ومعدل التزوير فئة مئة دولار ومليون وثلاثمائة ألف جنيه من فئة مئتي جنيه مقلدة وأربع سبائج زهابية اللون عليها شعارات فرعونية مقلدة كما تم ضبط الأدوات والمواد المستخدمة في عملية التزوير وسلاح ناري وسيارتين وأقر بتحقيقه ثروة من وراء نشاطه الإجرامي تقدر بعشرين مليون جنيه عبارة عن سيارات وعقارات وإداعات بنكية وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلاسة تشكيلات عصابية بسوهاج قام عناصرها بالاستلاء على أكثر من خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة مقابل أرباح متفق عليها امتنوا عن سدادها وكذا سداد أصول المبالغ المستولى عليها كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صيدلي وصاحب مركز تجميل بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه في قضية تهريب نقد أجنبي والمقد فيها بغرامة مالية مستحقة بإجمال مبالغ مالية 24 مليون وخمسمائة ألف جنيه ترجمة نانسي قنقر